المقرر أن يعلن وزير التربية والتعليم تعلم خلال الأيام القليلة المقبلة عدة قرارات خاصة بخطة العامل الدراسي الجديد وبيحدد مصير سناتر الدروس الخصوصية وبتستعد الوزارة هذه الأيام لوضع الشكل النهائي للعامل الدراسي الجديد في زل تفشي فيروس كورونا المستجد وسط ترقب من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين وزير التربية والتعليم وكشفت وزارة التربية والتعليم أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بصدد إعلان عدة قرارات خاصة بالمنظومة التعليمية وذلك يوم 8 سبتمبر الجاري ومن المتوقع أن تكون أبرز القرارات المنتظر الإعلان عنها هي مصير سناتر الدروس الخصوصية بالإضافة لخطة عمل مجموعات التقوية المدرسية وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم أن الوزارة سوف تعلن عن الخطوط العريضة للعام الدراسي الجديد يوم الثلاثاء القادم 8 سبتمبر الجاري كما وعدنا سابقا وكل ما يقال عن هذا الموضوع حتى الآن لا أساس له من الصحة وهو تخمينات نتمنى عدم الخوض بها أو تدولها وكان وزير التربية والتعليم ترقص في وقت سابق اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم خطة العام الدراسي الجديد للعام الدراسي المقبل 2020-2021 وبيذكر أن العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعا ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021 يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021 على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 لمدة 15 يوم ووفقا للقرارات بيبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021 يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يوما على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 مدة الدراسة الفعلية 96 يوم ووفق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021 على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021 على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021 وتقام امتحانات السنوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021 واحد وعشرين